بداية مشوارنا في البطولة الأفريقية البطولة الأغلى لجمهيري النادي الأهلي شايف المباراة يعني واختصار مباراة طبعاً أمام فريق الهلال السوداني زي بك يعني مباراة مهمة جداً لأنها الأول اللي افتتاح بالنسبة لنا اللي افتتاح المشوار في دوري أبطال أفريقا كل فرق لعبة مرش سابق معنا فمحتاجين أن احنا ندخل بجدية خصوصاً الملعب أي أن كان وضع الجماهير هو ملعب مش سهل الأجواء هتكون حر على اللعيبة اللعيبة جاية من فترات إرهاق وصفر متتالي أنا وصفت اللي حصل في كاس العامل الأندية بأنه رب ضراتنا فعل لأنه احنا كسبنا فريق كبير فعلاً في كاس العامل الأندية تحت الفريق الأساسي أو تحت العناصر الأساسية المهمة فأعتقد من مباراة الهلال السوداني هتبروز التحسن ده أو لقدر الله لو حصل فيها تعادل أو تعصر إن شاء الله لعبة الأهلة تقدر تطلع منها في أسرع وقتهم إن شاء الله عندنا سقة كبيرة كمان الحالة المعنوية جيدة جداً جداً رغم طبعاً لسه في غيابات مؤثرة لكن زي ما بتتكلم الحالة المعنوية بشكل كبير جداً بتأثر بشكل إيجابي وأنا معاك إن شاء الله أول تلت ساعة تعدي على خير لأن أنا في اعتقادي هكون فيه هجوم شرس من فريق الأهل لكن احنا قادرين ولعبة النادي الأهلي أثبت دوت أثبت ده من خلال كاس العالم للأندية اللي عايزة أقول لك إن يمكن كان أقصر متفقلين من جماهير النادي الأهلي بنقول بس إحنا نعدي المباراة الأولى أو يعني لا تنزمش فيها هزيمة كبيرة ولكن لا يعني ما ده اللي بقوله حرارتك إحنا كسبنا تيم كامل لما تتطمن على كل البودلاء بتوعك في مباراة بالحجم ده فمعنى كان أنت بتكسب تيم كامل أنت بتكسبش بس مجرد بودلة أنت بتكسب تيم كامل يعني إحنا لما كان لما أكرم توفيق بقاله حوالي 6 و 7 شهور من ساعة مقش التراجي التونسي في قياب قبل نهاية دورة أبطال أوروبا وأفريقيا السنة اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا وبقى الظاهر الأيمن الأساسي للمنتخب كلنا من قلة ما شوفنا محمد هاني في الظاهر الأيمن بدأنا نقلق ولكن لما محمد هاني بقى عنصر من عناصر القوة بتاعتك في كاس العام الأندية هو لسه نازل ده معناه أن اللعبة دي كلها بلا استثناء قريبة جدا في المستوى من بعضها بتتلقى نفس التمرين عندها نفس الروح المعنوية العالية ما فيش حد معلش بينزل شايل من زميله اللي قابله هو كله بيركز أن يؤدي أفضل مهمة بالنسباله اللي قاعد زي اللي نازل وده اللي تأكدنا منه لما بيلعب لك الباك اليمين الثالث زي كريم فؤاد قدام منتر المكسيكي وينزل شوت تاني كامل يعمل أداء ممتاز جدا 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 مع أنه هو يعني الجماهير بتطالب بمشاركات أكثر ليه في الدوري وينزل قدام فريق بحجم منتر المكسيكي حتى بغض النظر عن الحالة الفنية بتكلم حراتك عن الحالة البدنية لكل اللعيبة محمد مغربي نزل آه كان مهجوز شوية في بداية المباراة ولكن لما ينزل يبقى على الأقل قادر يلعب التسعين دقيقة أو الوقت اللي نزله في المتش قادر يلعبه فتو بيجاري لعيبة مكسيكية وأرجنتينية من أعلى المستوات في العالم ويقدر يعمل ده فأعتقد أن احنا كسب ناتيم كامل في كاسة عامل الأمدية لو ربنا وفنا إن شاء الله بكرة وبنين على النقطة دي بانتصار كويس كمان أعتقد أن احنا ماشيين في سكة حالة معنوية ممتازة للأهل هتخلى إن شاء الله الحداشر سهل إن شاء الله طبعا بعيد كلامك جدا